السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكم يا رب تكونوا بخير لو عندك بوائي كيك أو الكيكة بسيط معاك وما طلعتش ان هي عالية تعالي نعمل وصفة جميلة جدا من الوصفات بجد الرائعة اللي بترتب على القلب طعمها لزيز جدا جمان مقادرها بسيطة موجودة في البيت نصلى على رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وهنسمي الله كده وندخل نشوف الوصفة بتاعتنا أول حاجة دي كده بوائي كيك كانت متباقية عندي كده في التلاجة يعني ما تكون عاملة كيكة كده لولادك ويفض منها قطع كده أو فض منها بوائي كده هتجي بيها كده أو حتى كمان لو عملت كيكة والكيكة ما طلعتش كويسة معاك تقدر تتعامل الوصفة دي بكل سهولة جبت كده بوائي الكيك كده من التلاجة وأعادت كده قصرتهم كده شوية فرفتهم بالشكل ده كده وبعد كده أي صنية عندك أدقي إن أنت فردي كطع الكيك دي كده فيها ممكن برضو بدل الكيك ده تستعملي بسكوت وممكن لو عايزة تعملي كيكة رفيا خالص وتعمليها كمان بنفس الطريقة دي كده فاتفدت الكيك كده بالشكل ده كده وبعد كده فردته في الصنية أنت ممكن تعملي صنية نفس الحجم ده كده أو تعملي صنية أصغر شوية لو أنت عايزة طبقات بتاعتها عالية هنشوف كل الخطوات مع بعض زي ما هتشوف كده معي بالفيديو بس عايزة أقول لك إنها فعلا وصفة جميلة جدا من الوصفات الساعة اللي بترتب على قلبي كمان في الصيف وكمان بتبقى حلوة جدا في الشكل فردت كده الكيك بتاعنا كده في الصنية بالشكل ده كده وكمان ضغطت على كده ضغطة وسيطة وبعد كده جبت هنا نص كانت نص كباية كده من اللبن وهبدأ الكيك بتاعنا عشان يبقى شارب كمية حلوة كده من اللبن ويبقى طري كده معنا تمام؟ بعد كده كمان جبت كمان نص كباية تاني حساتي من دي كده هتبقى قليلة فزودت كمان نص كباية من اللبن وزقيت الكيك بتاعتنا كده كاملة بكباية من اللبن الخطوة التانية أو الطبقة التانية كباية كده من الكريم شنطي عليها نص كباية من اللبن الساقع المسلج وكمان عليها كده شوية كده من بوريه المنجا بتقدر إن انت تستعمل المنجا في الوصفة دي أو الفراولة أو أي نوع فكها إنت حبا بس هي بتبقى حلوة جدا مع المنجا ومع الفراولة زي ما قلت لك كده نزلت بكباية كده من الكريم شنطي وعليها نص كباية من اللبن الساقع المسلج وكمان حوالي كده نص كباية كده من بوريه المنجا بالشكل ده كده وبعد كده بالمضرب القهربي وهبدأ أضربه لحد ما عنوصل للكريمة بتاعتنا بالشكل ده كده كده الكريمة بتاعتنا بقى السنك بتاعتها كويس جدا بعد ما الكيكا بتاعتنا بقى ارتحت بقى هبدأ أجيب الكيكا ريحتها في التلاجح حوالي كده عشر دقائق عمنا جهزت الطبقة التانية وهي الكريمة جبت بقى الكيكا كده بعد ما شربت اللبن بتاعنا وزي ما انت شايفها كده عايز أقول لي جميلة جدا بعد كده هاقب بقى طبقة الكريمة شنطي وهبدأ أفردها كده على وش الكيكا بالشكل ده كده لو عايزة تزاويد الكريمة شنطي برحتك يعني الطبقة اللي هي بتاعت الكيكا دي انت تقدر تعمليها زي ما انت عايزة تقدر تزاوديها او تعمليها زي ما انا عايز عاملة كده بالزبط بعد كده بدأت أسوي بقى الكريمة كده على وش الكيكا بالشكل ده كده وبعد ما سويها أدخلها برضو التلاجة ترتاح لها شوية عمنا نعمل الطبقة التالتة iana هنا كده كنتي سويتها خلاص أدخلها بقى التلاجة وهسيبها ترتاح شوية بعد كده هنبدأ بقى نجاهز الطبقة التالتة حضرت كده بولة وهنزل فيها بكيس من جيل المنجة وبعد كده عليها كباية من المياه المغلية وبالمعلقة وهبدأ يقلب الجيل بتاعنا ده كويس جدا لحد ما حبيبات الجيلية تدوب تماما كده في المياه بالشكل ده كده عايزة ضعف الكمية الجيلية بتبقى جميلة جدا يعني أنا هنا مشيت بالحاجات اللي كانت متواجدة عندي المكونات اللي كانت متواجدة عندي بس إنت لو زويت كمان كس من الجيلية بتبقى طبقة الجيلية كده بتبقى عالية وبتبقى جميلة جدا وهنا كده كانت حبيبات الجيل دابت تماما في المية فانزلت عليها بنص كباية من المية المسلجة بعد ما الكريمة بتاعتنا ارتحت دي كده مكعبات من المنجة هنبدأ بقى نوزع مكعبات المنجة كده من منجة دي كنت مفرزها في الفويزر هبدأ اوزع مكعبات المنجة كده على الكريمة وزي ما قلت لك كانت الكريمة والكيكا ارتاحه كويس جدا في الدلاجة فبعد كده هوزع بقى مكعبات المنجة كده على الكريمة بالشكل ده كده. في الخطوة دي تقدر ان ان انت تضيف معها اي نوع فاكهة انت عايزة. يعني لو انت ضفت معها الموز ببقى تحفة بجد. لو عملت المكس ده فراولة وموز ببقى جميل جدا. عملتها قبل كده كزا مرة بالفراولة والموز بس كانت تحفة بجد. جربي الطريقة دي وجربي طريقة الفراولة والموز بتطلع جميلة جدا. زي ما قلت لك اي نوع فاكهة انت عايزة تقدر يتضيفه في الخطوة دي كده. بعد ما فردت كده الفاكهة بتاعتنا او المنجا كده بالشكل ده كده. على وش الكريمة. بعد كده هنجيب بقى الجيل بتاعنا الجيل كان برد تماما ما ينفعش اضيف الجيل على الطبقات دي كده والجيل يكون سخن. الجيل كان برد معنا تماما بعد كده على المعلقة وبدأت اصب كده الجيل على وش الكيكا بتاعتنا بالشكل ده كده. بعد كده هدخلها التلاكة قعدت بالزبط معي تلات ربع ساعة. عشان انا هنا عملة طبقة الجيل ما زودت لهاش ميا كتير فجمدت معي بسرعة وتمسكت كده معي بسرعة. عايزة اقول لك ان هي بجد جميلة جدا. من الوصفات الساعة اللي بترتب فعلا على القلب بيجرى بيها كده وان شاء الله هتعجبك. هنقطحها كده مع بعض وكمان نشوف الطبقات بتاعتها. وزي ما قلت لك انت لو انت حب ان انت تعلي الطبقات بتاعتها زودي طبقة الكريمة وكمان زودي طبقة الجيل هتطلع الطبقات بتاعتها اعلى من ما انا عملها كده بالزبط. بس عايزة اقول لك ان انا مشيت فعلا بالوصفات بالمقادير اللي كانت متواجدة عندي في البيت. بس طعمها تجد طحفة جدا. طعمها جميل جدا. ميكسي الكيكا كده اللي شربك المية حلوة كده من اللبن مع الكريمة اللي اخد طعم المنجا مع الجيلي ومكعبات المنجا. عايزة اقول لك ان هو ميكسي جميل جدا. طعمها تجد لزيز جدا. جرى بيها كده وان شاء الله هتعجبك. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسينش بقى في اللايك للفيديو وتشترك في القناة. واتفعل الجرس على الكل عشان ان منزل اي فيديو بديد. يجلك اشعار بالفيديو الجديد. واتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. وزي ما انت شايفة الطبقة بتاعتها جميلة جدا. ايه عايز اقول لك بجد والله يطعمها لزيز جدا. جرى بيها ومش هتندمي. واشوفكم فيديو ديل ان شاء الله لخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.